كما عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدودي اجتماعاً آخر بحضور رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إبراهيم الهنيدي وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنصيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع مشروعات القوانين المقرر مناقشتها وكذا أهمية التنصيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وذلك من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين من جانبه أشهد الهنيدي بالاهتمام الذي يليه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنصيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات المختلفة مشيراً إلى أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها